نستكمل مع بعض تطبيقات المشتقة التانية وناخد المثال التاني أعطيني أن الواي تساوي x تجعيب نقص 9x تربيع زائد 24x أول حاجة بعملها أجيب المشتقة الأولى يبقى الواي داش تساوي 3x تربيع نقص 18x زائد 24 أساوي المشتقة الأولى بصفر علشان أجيب النقاط الحرجة لما أقسم على الثلاثة يبقى x تربيع نقص مقسم على الثلاثة يبقى 6x زائد لما أقسم على الثلاثة يبقى 24 على الثلاثة فيها 8 الكلام ده يساوي كام يساوصف لما تحلل هيبقى x زائد لأ نقص ليه نقص لأن إشارة الحد الأوسط سالبة والحد المطلق مجابا يبقى الاثنين هيبقى سالبة سالبة 2 في x سالبة 4 تساوي 0 وبالتالي يبقى النقاط الحرجة بتاعت x تساوي 2 وx تساوي 4 دي النقاط الحرجة طبعا أعمل إيه بعد كده أجيب المشتقة التانية طبعا لو هو طالب مني فترات تزايد والتناقص همسك النقاط الحرجة وامسلها واشوف إشارة المشتقة الأولى لكن هو بقول لي فترات التقاعر والتحدب فحجيب المشتقة التانية هتساوي من هنا لما اشتق هيبقى 6x ناقص 18 6x ناقص 18 أخذها وسويها أخذها وسويها بالصفر يبقى الكلام ده هيساوي وسانت على الستة هيبقى x ناقص 3 بتساوي 0 يبقى الـ x بتساوي كام يبقى الـ x بتساوي 3 لما الـ x تساوي 3 أرسم خط أعداد هنا الـ x بتساوي 3 هنا سالب مالا نهاية هنا مالا نهاية لما أجدرس بعد الثلاثة 4 الـ 4 في 6 بـ 24 و 18 تبقى هنا مجابة قبلها هتبقى سالبة يبقى هنا فتر التقاعر لأسفل وهنا فتر التقاعر لأعلى يبقى فتر التقاعر لأسفل هي من سالب مالا نهاية لثلاثة وفتر التقاعر لأعلى هي من ثلاثة إلى مالا نهاية هاي إذا أجيب المكسيمم والمينمم هقول إن الـ y double dash عند الـ 2 هتساوي لما عوض عن x بتنين هيبقى 2 في 6 بـ 12 ناقص 18 هتساوي سالب 6 أقل من الصف يبقى عندها عظمة محلية طب y double dash عند الـ 4 هتساوي الـ 4 في 6 بـ 24 ناقص 18 هتساوي موجة بـ 6 أكبر من الصف يبقى عندها صغرى محلية هنا عظمة محلية وهنا صغرى محلية ناخد المثال اللي بعد كده رقم 3 بيقول لي y تساوي x قصة 4 ناقص 4x يبقى أول خطوة بعملها أجيب المشتقة الأولى هتساوي 4x تكعيب ناقص 4 أساوي المشتقة الأولى بـ 0 عشان أجيب النقاط الحرجة هلاقي إن الـ x تكعيب تساوي 4x تكعيب تساوي 4 أقسم على الـ 4 يبقى الـ x تكعيب بتساوي 1 ومنها يبقى الـ x بتساوي 1 يبقى أنا كده ما عنديش حرجة واحدة بس أجيب المشتقة الثانية اللي هي الـ y ده بلداش هتساوي 12x تربيع طيب لو جيت تشوف الـ 12x تربيع ده يا شباب ده تربيع طيب مهو تربيع لو الـ x مجابة أو سالبة يبقى الكلام ده دائما وأبدا هيبقى إيه هيبقى أكبر من الصفر يعني الـ y ده بلداش عمرها ما بتساوي كم صفر يبقى لو جيتها مساة على خط لعلى كده يبقى الـ y ده بلداش بتاعتي هتبقى إما دائما مجابة يا إما دائما سالبة هي 12x تربيع يبقى دائما إيه مجابة وبالتالي هي دائما وأبدا المقعارة لفين مقعارة لأعلى عايزة أشوف النقطة الحارجة x بتساوي 1 قيمة عظمة أو صغرى أقول إن الـ y ده بلداش عند الـ 1 هتساوي أما عوض في الـ y ده بلداش هتبقى 12x1 تربيع هتساوي 12 يعني أكبر من الصفر يبقى عندها لازم هيكون صغرى وده منطقي ليه؟ لأنها دائما المقعارة الأعلى يبقى فيه هنا نقطة نقطة صغرى اشتركوا في القناة